السلام عليكم اليوم نتحدث عن الأسنان يعني نبذة مختصرة عن الأسنان حسب طلباتكم حتى نعرف عمر الخيل من فحص الأسنان نبحث الأسنان وتعرفون الأسنان نوعين الأسنان اللبنية والأسنان الدائمية من الولادة ماكوا أسنان بعدين خلال أول سبعين تبدأ تظهر الأسنان اللبنية وتنمو وتكون في حد عشرين سن وتطابق بين الفكين بالأسنان اللبنية بعد ذلك تبدأ بعمر سنتين ونص تتحول الأسنان اللبنية إلى أسنان دائمية فهنا نجي شنو الأسنان اللبنية وشنو الأسنان هاي الأسنان الدائمية هاي الأسنان الدائمية هاي أسنان دائمية هذه اللي هي الوسطية تتغير هنا بعمر سنتين ونص إلى عمر سنتين ونص إلى عمر ثلاثة ونص تستكمل يعني هنا هذه تسقط بعمر سنتين ونص وبعدين يظهر السن الدائمي ينتهي يخلص بثلاثة ونص لذلك يسموها الثناية عمر ثلاثة ونص إلى ثلاثة ونص عندما تستكمل هذه تسقط هذه البلزاوية شوفوا هذا السن يسقط اللبني ويظهر الدائمي بعمر ثلاثة ونص إلى أربعة ونص ثلاثة ونص بعمر أربعة ونص يستكمل هذا السن وراه يسقط هذا السن اللي بالزاوية هذه كلها الانسايزر هذا السن من يسقط بعمر أربعة ونص إلى خمسة ونص إلى عمر خمسة ونص هنا احنا قلنا الأسنان بالأنثى أو بالفرق 36 سن بينما بالذكر أربعين سن ليش الفرق الفرق هذا الناب هذه الأنياب تظهر أربعة تظهر في عمر أربعة سنة عندما يبلغ الحصان تظهر لهذه الأنياب بينما هذه لا تتوفر في الأناث إلا بعض الأحيان في الأفراد تظهر بعمر أثناء السنة النياب صغيرة الصدفة تخدمكم بأن هذا السن من خلاله القلبانيان هذا القلبانيان هذا القلبانيان القروف الأخدود القلباني هذا المؤشر لعمر الخيل بعد عشر سنوات المحظوظين أنه هذا الخطاف هذا السن شوفوا النهايته مثل الخطاف يجي قايلة زيادة هذا هذا السن هاي هذه تظهر بعمر سبعة سنة لكن من تظهر بعمر سبعة سنة هذا القروف ما موجود بس هذا هنا ظهرت مرة ثانية بعمر سبعة سنة شوف هذا عمره سبعة سنة لأن القلبانيان واصل للنص لأن احنا قلنا القلبانيان يبدأ من عمر عشر سنة وينزل إلى النهاية يصل إلى الوسط بعمر خمسطعش وإلى النهاية يصل إلى عمر عشرين سنة وراء العشرين سنة يبدأ يختفي من الأسفل إلى الأعلى بعمر خمسة وعشرين سنة يختفي من الأسفل للأعلى وبعمر ثلاثين سنة يبدأ بالاختفاء حتى النهاية يختفي الى نهايته يعني يصير عمره 30 سنة وتعرفون انتو معدل عمر الخيل هو 30 سنة لكن هاي 30 سنة لا يعني انها نهائية لانه اكو استثناءات اكو خيل وصله 42 سنة اكو 62 سنة فاكو استثناءات هنا نذكركم بشيء واحد هو المقطع العرضي للخيل المقطع العرضي هذا المقطع العرضي للأسنان مثلثي الشكل في الخيل كل ما تتقدم بالعمر لان هو اول ما يبدأ بيضوي المقطع العرضي لكن هنا لانتقدمت بالعمر شوفها مثلث صايرة هاي متقدم لان عمره 17 قلنا فهو المقطع العرضي مثلث هو يبدأ يبدأ بيضوي هو يبدأ عمر سنتين وثلاثة ويبدأ يصير مثلث يتحول من بيضوي الى مثلث عندما تتقدم العمر وايضا بتقدم العمر بين الاسنان تتطابق بهذا الشكل كل ما يتقدم العمر كل ما الاسنان تتقدم الى الامام فاذا تقدمت الامام هاي اشارة الى تقدم العمر ايضا هناك مؤشر لتقدم العمر هذه النقرة اللي فوق العين هذه كل هذه فد اشارة بسيطة عابرة انها تشير الى التقدم بالعمر شكرا شكرا